مرحبا تلميذ الاحباء كيف حالكم للمره الثالثه انا معكم بالتوالي الان سنكون معا في درس جديد باللغه العربية ولكن الجزء الثالث اليوم موضوع الدرس مبادرات محليه والجزء الثالث هيا بنا نرى عن ماذا سنتعلم اليوم عنوان مهمتنا ليومنا هذا مبادرات محليه القسم الثالث عن ماذا سنتعلم سنتعلم عن التمرس في العثور على المعلومات تقييمها ودمجها ومعنى التمرس اي التدرب ثانيا تنظيم المعلومات في جدول وثالثا كتابة نص معلوماتي قصير عن الاختراع الذي تم اختياره في الدرس السابق هيا نتابع في هذا الدرس عليكم ان تتزودوا ب دفتر وقلم وطاقات ايجابيه وابتسامه هيا بنا نكمل اسم الوحده مبادرات محليه نكمل في الدرس السابق شاهدنا فيلم عملية دمج المعلومات صحيح هل تذكرون هل شاهدتم الفيلم حسنا المشاهده الاولى تمتعنا وشاهدنا عملية الدمج بشكل كامل والمشاهده الثانيه في المشاهده الثانيه اجبنا عن الاسئله التي تظهر في الفيلم المرفق الآن نبدأ بمتعة امامكم المثال التالي لجدولي لجدول بني بهدف الاجابه عن السؤالين كيف يعمل هذا الجهاز ومن اين استوحى البروفيسور حايق فكرة اختراعه هيا نجرب هذه الفعاليه من خلال الخلوي او الحاسوب اللوحي تنظيم المعلومات في جدول هيا بنا ننظم المعلومات في جدول هل ترون الجدول اولا في الخانه الاولى مكتوب الافكار الرئيسيه التي تخدم دمج المعلومات من المصدر الاول وفي الخانه الثانيه الافكار الاضافيه التي تخدم دمج المعلومات من المصدر رقم اثنان او المصدر الثاني حسنا ساقرأ الافكار الرئيسيه اولا ورد في الاعلام ان الكلاب قادر على شم الامراض السرطانيه والبروفيسور حسيم حايق يؤمن بهذه الحقيقه فمعروف ان حاسه الشم عند الكلاب مالها مالها ماذا بها قويه جدا وبالتالي فقد استوحى فكرة اختراعه من حاسه الشم عند الكلاب ثانيا الفكرة الرئيسيه ثانيه يحلل الجهاز ذفير الانسان ويكشف عن وجود مركبات المرض يعني بطريقه مبكرة الافكار الاضافيه التي تخدم دمج المعلومات من المصدر الثاني هيا بنا نقرأ المصادر الافكار الاضافيه اولا الجهاز الذي اختراعه يمثل بطريقه عمله جهاز الانف عند الكلب هذه فكرة اضافيه ماذا ايضا فكرة اخرى يمكن تعليم الجهاز الجهاز الكشف عن مواد سرطانيه والتي تنبعث عن طريق النفس حسن بعد القراءه الافكار الرئيسيه والافكار الاضافيه هيا بنا نكمل اسئله حول تنظيم المعلومات في جدول السؤال اول ماذا نتعلمه من العناوين الوارده في رأس الجدوله بخصوص تحديد المعلومات الوارده فيه ماذا نتعلمه انتبهوا الى ابراز الكلمه الاضافيه في رأس العمود الايسره هيا بنا نعوده نعوده للشريحه السابقه تنظيم المعلومات في جدول انظروا ماذا نتعلم اولا يجب علينا ان ننظر وان نشدد على كلمه اضافيه لكي نعرف ماذا يختلف الافكار الرئيسيه والافكار الاضافيه الافكار الرئيسيه هاي الافكار المهمه التي لا نستطيع ان نفتغني عنها صحيح او الا نكتبها الافكار الرئيسيه هي الاشياء المهمه التي يجب ان نذكرها عن الانف الالكتروني ولكن الافكار الاضافيه فهي اضافيه اي زائده من الممكن ان نتخلى عنها او ان نحذفها يعني هي افكار اضافيه تفيدنا اكيد من الممكن ان تفيدنا مؤكد ولكن من الممكن ايضا ان نستغني عنها حسنا هكذا نتعلم من العنوين ان العنوان الفكرة الرئيسيه المركزيه هي الافكار الاهم والافكار الاضافيه هي افكار زائده هي مفيده ولكن زائده والان ما هي بحسب رأيكم الخطوات التاليه ما هي تنظيم المعلومات في جدول ما هي الخطوات التاليه ماذا يجب ان نفعل هيا ننتخل الى الخطوات التاليه الخطوات التاليه اولا اختيار المعلومه الاهم بعيني المؤلف ثانيا كتابه افتتاحيه مثيره للاهتمام والفضول ثالثا الربط بين المعلومات بادوات ربط مناسبه وانتبه الى ادوات الربط فهي تساعدنا على دمج المعلومات من المصدرين لا تنسوا ورابعا تحديد مصادر المعلومات وخامسا واخيرا ما هي الادات الافضل بالنسبه لكم اشرحوا وهذا هو سؤال ما هي الاداة الافضل بين الخطوات وما هي الاداة الافضل يجب علينا ان نقوم بهذا الخطوات وما هي الاداة الافضل هيا بنا لنرى التدرب والان بامكانكم يوجد اكثر من امكانيه للتدرب الامكانيه الاولى ان تتدربوا على دمج المعلومات بحسب الطريقه التي تعلمتموها في الفيلم للاجابه عن السؤال ما هي الامراض التي يستطيعوا جهاز الانف الالكتروني الكشف عنها هكذا يجب ان نتدرب على دمج المعلومات بحسب هذه الطريقه لكي نجيب على هذا السؤال والامكانيه الثانيه الامتقال الى المرحله التاليه الى المرحله التاليه في الوحده اي الصفحه الثامنه لكتابه قطعه معلومات عن الاختراع الذي اخترتموه والان ننتقل لنرى مبنى الوحده الوحده سنتطرق الى مبنى الوحده سنبدأ بالارقام في نهايه كل شاشه كل رقم يعبر عن رقم الشاشه التي تظهر امامنا انظروا الارقام واحد اثنان ثلاثه اربعه وخمسه وسته يعني ارقام الشاشات الان الى اي شاشه سننتقل نحن في القسم الثاني اي في الجزء الثاني من الدارس من الموضوع الدارس تطرقنا الى النصوص والتمارين في الشاشتين رقم سته وسبعة هي بنا نتابع نتابع في الجزء الثالث ننقر على الرقم الشاشه الثامنه الثامنه لننتقل اليها الان تحديد تقييم ودمج المعلومات ندرس الاختراع لنقوم بكتابه قطعه معلومات عنه بهدف نشرها في صحيفه المدرسه كل تلميذ يجب عليه ان يختار ماذا اختراع وان يقوم بكتابه قطعه معلومات عنه وسيقوم بنشرها في صحيفه المدرسه الاختراع الذي اخترتموه هو هي اللي نعود للسؤال الرابع هل تذكرون في الجزء الثاني كان هناك سؤال يجب علينا ان نختار اختراع كل زوج من التلميذ يجب عليهما ان يختارا اختراع يثيروا اهتمامهما صح؟ صحيح؟ ممتاز الاسئله التي سألتموها صحيح اننا كتبنا او كتب كل تلميذ او كل زوج من التلميذ اسئله عن هذا الاختراع ماذا نحب ان نعرف عن هذا الاختراع ما هي الاسئله التي كتبناها وشاركناها في المجموعة التعاونية مع اولاد صفنا صحيح هل تذكرون؟ اذا لم تشاهدوا الجزء الثاني فيجب عليكم ان تعودوا لتشاهد الجزء الاول والجزء الثاني لنكمل في هذا الجزء والان ارجعوا الى السؤال او ارجعوا الى السؤال الرابع واسألوا انفسكم اسئلة همكم معرفة اجابتها عن الاختراع كما قلنا في السؤال الرابع يجب علينا ان نكتب اسئله ماذا يهمنه ان نعرف وهكذا الان نكمل عثور تقييم دمج المعلومات تلميذ الاحباء بعد اختياركم للاختراع المحلي الاختراع الذي تم اختياره انا قمت قمت باعطائكم فكرة بان تختاروا اختراع من اللعبه التي تحوي عشرة اختراعات مثلا اختاروا اختراع من هذا من هذه اللعبه او اختاروا اختراع من عن طريق الشبكه العنكوبوتية او شبكه الانترنت ولكن اختاروا اختراع محلي اي اسرائيلي والان عليكم دراسة هذا الاختراع وطرح اسئله بعد ان ترحنا هذه هذه الاسئله علينا العثور على مصادر المعلومات ودمج المعلومات وانتاج نص قصير عن الاختراع كيف فعلنا في الدرس السابق عن طريق قمنا بكتابه نص نص دمج قمنا بكتابه ناص مدموج من مقاله ومن ماذا ومن فيديو قصير او فيلم قصير علينا ان نفعل كما فعلنا في في المثال الاول او في الدرس السابق والان ينبغي عليكم تنفيذ العملية في خمس مراحل هيا بنا نقرأ المراحل المرحلة الاولى ما هي المرحلة الاولى ساقرأ لكم اصغوا وركزوا تلميذ الاحباء اولا العثور على مصادر معلومات متنوهه عليهم ان يحاولوا اي عليكم انتم ان تحاولوا العثور على تقرير او مقال وفيلم ايضا المصطلح مصادر المعلومات او مصادر معلومات هو مصطلح ارشادي يحيلوا التلاميذ الى ما تعلموه في وحده العاب شعبيه حول العالم اولا التحديد تقليص كلمات البحث وحدف ادوات الربط وادوات الاستفهام ثانيا البحث بواسطه صوره ثالثا البحث بالانجليزيه بواسطه ترجمه جوجل رابعا البحث بواسطه جوجل الخرائط البحث بمساعده قاموس محوسب ميلوغ او ويكي قاموس ونسخ كلمات من الناس سحب الفقره الى عمليات بحث متعلقه به والانتقال الى صفحه النتائج صفحه النتائج عندما قمنا بالبحث نجد صفحه النتائج بصفحه جوجل جوجل خروم نكتب جوجل ندخل الى جوجل خروم ونكتب في خانه البحث ثم نرى صفحه النتائج المرحله الثانيه على التلاميذ ان يكتبوا خلاصه المعلومات في دوائر مرسومه بحسب ما تعلموه في فيلم الصور المتحركه وفي التمرين من المحبث تأشير خلاصه المعلومات في النص بواسطه ملف وورد او بواسطه اداة تتيح تأشير نص على الشبكه المرحله الثالثه يكلف التلاميذ او انتم التلاميذ بدمج تفاصيل المعلومات تفاصيل المعلومات وتذكروا التي عثارتم عليها تضليلها بلون معين ونقل تفاصيل المعلومات المتشابه بين المصدرين الى القسم المشترك في الدائرتين كما فعلنا في الدرس السابق حودوا وانظروا الى الدرس السابق رسمنا قمنا بالرسم او رسمنا دائرتين وكانت هاتين الدائرتين متقاطعتين فيوجد فيوجد مكان مشترك بينهما والان المرحله الرابعه كتابه نص معلوماتي قصير عليكم انتم يا تلاميذ ان تستهلوا النص بجملة افتتاح قصيره كما تعلمنا ترتيب التعليمات كما قمنا بالفعاليه في الدرس السابق ايضا جملة افتتاحيه قصيره ونسخ تفاصيل المعلومات ينبغي الالتزام بنسخ المعلومات المتشابهه الوارده في اي دائره في اي دائره مره واحده فقط ان لا نكرر يعني التكرار لا هذا ليس ليس شيئا جيدا لذا نكتب نكتب المعلومه المتشابهه فقط مره واحده تجرى عملية التقييم او مردود ذاتيه قصيره عليكم انتم يا تلاميذ الاعزاء بعدها ان تربطوا بين تفاصيل المعلومات بواسطه ادوات الربط انتبهوا ادوات الربط مهمه جدا لكتابه النص المدموج بين النص المدمج من مثلا الفيلم او مقاله او التقرير حسنا ادوات الربط مهمه كما قلنا والاختتام بتسجيل مصادر المعلومات علينا ان نسجل مصادر المعلومات وانتبهوا يجب يجب ان لا نتخلى ويجب ان نكتب مصادر المعلومات في اصفل الصفحه من اين حصلنا على هذه المعلومات المتشابهه من هذين المصدرين واي مصادر استعنا بهما والان المرحله الخامسه ارجاء اجراء اي صفه مردود او تقييم للنص المعلوماتي الذي كتبتموه من خلال بعض الاسئله حولهم يجب علينا ان نجري تقييم للنص المعلوماتي الذي قمنا بكتابته والان نشر المعلومات تقييم والمردود قبل نشر قبل نشر النص المعلوماتي في صحيفه المدرسه اختارا زميلين من زملائكما في الصفه قدما لهما النص قدموا النص الذي كتبتموه وطلبا منهما قراءته ثم ان يقدما لكما رايهما يعني النقد نقد بناء من الممكن ان يقدموا لكم مثلا يقولون لكم اضيفوا او احذفوا او 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 فهذا رايي ونقد والان هل ادركوا السؤال بعد ان تكتبوا النص هل ادركوا عن اي اختراع تتحدثان هل يعلمان عن هذا الاختراع هل يقرأوا من قبل عن هذا الاختراع هل يمكنهما وصف الاختراع والحديث عن اهميته بعد ان قراءان نص يعني هل كان النص مفهوم هل كان النص مفهوما يعني هل يستطيعان الزملاء ان يصفوا لكم الاختراع الذي كتبتموه او ان يتحدثا عنه فاذا كان يفهمان فاذا كانا يفهمان فبامكانهما ماذا ان يتحدثان او ان يصفوا هذا الاختراع والسؤال الثالث هل المعلومات الواردة في النص مرتبة وواضحة وهذا شيء مهم جدا جدا المعلومات المتشابهه والتفاصيل يجب ان تكون مرتبة وواضحة للقراء اذا كانت هناك حاجه عدلان نص بناء على ملاحظات زميليكما حسنا بعد ان تاخذ النقض ورأي الزملاء يجب علينا ان نعدل اذا كان هناك حاجه للتعديل والان ننتقل التقييم والمردود في نهايه الوحده يجب عليكم تلاميذ الاعزاء تقييم عملية الدمج وتحديد ما الذي تعلمتموه من المبادرات الاسرائيلية المحلية وعن دمج المعلومات والان نشر المعلومات التقييم والمردود ماذا تعلمتم عن دمج المعلومات بعد كتابه الناص يجب علينا ان نجيب عن هذه الاسئله الان بعد هذه الحصه قوموا بكتابه الناس حاولوا كتابه ناص مدمج من مصدرين واجيبوا عن هذه الاسئله السؤال الاول ماذا تعلمتم عن دمج المعلومات ماذا نحتاج بحسب رأيك الى الدمج او متى نحتاج اسفه متى نحتاج بحسب رأيك الى الدمج بين مصدرين معلومات مصدرين اثنين يعني هل طريقه دمج المعلومات من مصدرين والتي تعلمتموها من هذه الوحده مناسبه ايضا لدمج معلومات من مصدرين اخرين كمثل ماذا كنصين مثلا او في المين اشرحوا والسؤال الاخير الرابع ماذا تعلمتم عن المبادرات المحلية هذا تقييم ومردود عن هذه الوحده التي تخللت جزء الاول جزء الثاني والجزء الثالث وهذا سؤال عام ماذا تعلمنا عن المبادرات المحلية اجيب عن هذا السؤال بعد قيامكم بكتابه النص المدمج والان ماذا تعلمنا اليوم احبائي تعلمنا اليوم او قمنا بتلخيص المعلومات من مصدر المعين ودمج المعلومات من مصدر اخر دمج المعلومات باستخدام الدائرتين كما فعلنا في الدرس السابق يجب علينا ان ندمج المعلومات باستخدام الدائرتين المتقاطعتين ودمج المعلومات باستخدام الجدول الجدول الافكار الرئيسيه والافكار الاضافيه وماذا ايضا كتابه نص معلوماتي قصير ستقومون انتم بكتابه هذا النص وكتابه مردود وتقييم للنص المعلوماتي الذي قمتم بكتابته الان الى المهمه البيتية ماذا يجب ان نحضر للمهمه اولا يجب ان نحضر اسم المستخدم المستخدم اسفه وكلمه المرور ندخل نواصل للتدرب هيا بنا ندخل لموقع افاق حباء استغار ندخل للمهمه من خلال الموقع افاق كما تعلمون ندخل للموقع من خلال موقع البحث جوجل خروم نكتب افاق نضغط على كلمه اشبك ندخل تفاصيلنا وننقر على مهامي اولا البحث في جوجل نكتب افاق ثانيا الدخول الى الموقع موقع افاق دخلنا ثالثا الشبك بالموقع اشبكو واكتبوا اسم المستخدم وكلمه المرور واخيرا المهمه البيتية ماذا علينا ان نفعل بالمهمه او ما هي المهمه اعزائي التلاميذ بعد دخولكم الى موقع افاق حل الصفحه التاسعه من المهمه مبادرات محلية والان تلاميذ الاحباء سعدتوا بلقائكم دمتم بالف خير احبائي والى اللقاء اتمنى ان تكونوا قد سعدتم بهذه الوحده هذه مني قبله لكم الى اللقاء اشتركوا في القناة